قرار اتخذته ايران دون سابق امذار بقطع خطها الكهربائي المغذي للعراق واغلب مناطق ديالة ادى الى توقف الكثير من مشاريع الماء وانقطاع التيار الكهربائي عن اغلب المناطق الحكومة المحلية لم تلتزم جانب الصمت وكثفت اتصالاتها مع محافظ كرمنشا لمعرفة الاسباب والتي تبدو غائبة حتى الان قطع من الجانب الايراني بدون علم الادارة المحلية في المحافظة وبدون سابق اندار سبب كثير من المشاكل السيد المحافظ قام بالاتصال بالسيد مع الوزير الكهرباء ومحافظ كرمنشا القرار جاء متزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة التي سجلت معدلات عالية للغاية دافعت الحكومة المحلية لتعطيل الدوام الرسمي ومع ان اوضاع الكهرباء متردية في ديالة فان قرار قطع الخط الايراني زاد من اوجاع المواطنين الذين يعانون اصلا من مشاكل خدمية قلبت حياتهم الى جحيم ومنذ احتماد العراق على استيراد الكهرباء من الجانب الايراني فان ذلك كلف خزينة الدولة تسعمائة مليون دولار تكفي وبحسب مختصين لانشاء محطة كبيرة تسد احتياجات المحافظة بالكامل لو حسبناها على مدى مصطع السنة سيكون تسعمائة مليون دولار بينما محطة المنصرية انشأت بخمسمائة وتسعة وعشرين مليون دولار الاعتماد على الخط الايراني منذ سنوات رغم انقطاعاته وصفه مختصون بمستأجر لمنزل متواضع يدفع مبالغ طائلة تكفي لانشاء او شراء منزل جديد من مدينة بعقوبة مركز محافظة اليالا هذه العنبقي الحرة